جولات ماضية من القتال بين إسرائيل وحماس جعلت كل طرف يعرف الكثير عن الآخر ويبتكر أسليب قتالية مختلفة حركة حماس تعتمد بشكل كبير على الأنفاق التي بنتها في القطاع ويعتقد أنها تضم الأسلحة والمقاتلين وحتى مراكز القيادة العسكرية الأنفاق شكلت جزءا مهما من الحياة في غزة لسنوات طويلة وتضاعفت بشكل كبير بعد عام 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع مئات الأنفاق لتهريب المواد الغذائية والبضائع والأشخاص والأسلحة كذلك كلف بناؤها نحو ثلاثة ملايين دولار لكل نفق حسب الجيش الإسرائيلي بعض هذه الأنفاق تم بناؤها بالخرسان الجاهزة والحديد وبها غرف طبية لتقديم المساعدة للمقاتلين الجرحة وبعضها الآخر تحتوي على مساحات على عمق 130 قدما تحت الأرض حيث يمكن الاختباء بها لعدة أشهر الشبكة تضم 1300 نفق يبلغ طولها نحو 500 كيلو متر وفق تقرير والتي تشير إلى أنها الأكبر في العالم بعد شبكة المنشآت التي يتوقع أن كوريا الشمالية بنتها تحت الأرض الإسرائيليون يسمون هذه الأنفاق بغزة السفلة أو المترو ويدركون جيدا مدى خطورتها على عناصر الجيش الإسرائيلي نظرا لصعوبة معرفة مداخلها أمر قد يعرقل بشكل كبير تقدم الجيش الإسرائيلي إن حاول بسط سيطرته على القطاع برا لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات